سيد الرئيس سيدتي وسادتي لم تكن نية الحضور في هذا العام بلادي تخض حربا تكافح للبقاء ولكن وبعدما سمعت الأكاذيب والتهم الباطلة التي وجهت إلى بلادي من الكثيرين من من تحدثوا من هذا المنبر قررت الحضور هنا لأصوب الأمور قررت أن آتي هنا لأتحدث باسم شعبي لتحدث باسم بلادي ولأتحدث وأقول الحق كلمة الحق هذه هي أن إسرائيل تسعى للسلام إسرائيل ترنو إلى السلام إسرائيل حققت السلام وستحقق السلام مرة أخرى وبرغم من ذلك نواجه عدوا شرسا يسعى إلى القضاء علينا وإبادتنا وعلينا أن ندافع عن أنفسنا في وجه هؤلاء القتلة الوحوش إن أعداءنا لا يسعون إلى تدبيرنا فحسب بل يريدون تدمير حضارتنا البشرية لنتحول جميعا إلى عصور مظلمة فيها الإرهاب والطغيان وعندما حضرت في العام الماضي قلت لنا نواجه نفس الخيار الأبدي الذي عرضه النبي موسى أمام شعب إسرائيل قبل ألف السنين ونحن مع قرب وصولنا إلى أرض المعاد قال لنا النبي موسى أن فعالنا ستحدد ما إن كنا سنترك لجل المستقبل نعمة أم نقمة وهذا ما نواجهه اليوم من خيار ونحن نواجه نقمة عدوان إيران المستمر أو نعمة مصالحة تاريخية ما بين العربي واليهود وفي الأيام التي تلت ذاك الخطاب فكانت النعمة التي تحدثت عنها محل التركيز سبق التطبيع من العربية السعودية وإسرائيل كانت تبدو أقرب من أي وقت سبق ولكننا شهدنا نقمة السابع من أكتوبر الألاف من إرهبي حماس بدعم إيران من غزة اجتاحوا بلادنا بالشحينات والدرجات النارية واتكبوا فضائع قتلوا بشريكشتين وحد شيء ألف ومائتين شخص اقتصبوا النساء وشوهوهن قطعوا رؤوس الرجال أحرقوا الرضع وهم أحياء أحرقوا أسرا بكملها أطفالا رضعا أباء وأجدادا في مشاهد ذكرتنا بهولوكاست النازي لخطفت حماس 251 شخص من العشرات من البدان المختلفة جرتهم إلى أنفاق غزة إسرائيل قد أعادت 154 من هؤلاء رهائن منهم 117 أعيدوا أحياء وأكد لكم أننا لن نرتاح حتى نحرر ما تبقى من رهائن وبعض أقربائهم حضروا معي اليوم أطلب منكم أن تقفوا معنا ألي ستيفي ابنه إيدان اختطف من مهرجان نوفا الموسيقي كانت هذه جريمته ذهب إلى مهرجان موسيقي وغنائي وهؤلاء الوحوش القتلة اختطفوه كوبي سميرنو ابنه جوناثان قتل وجثته جرت إلى أنفاق غزة يحتججون بل يرتهنون جثة سليم الأطرش أخوه محمد جندي عربي إسرائيلي شجاع قتل جثته أيضا جرت إلى غزة كما جرت جثة ابنة إفات حيمن في بار التي قتلت بوحشية في نفس المهرجان الموسيقي معنا شارون شارابي أخوه يوسي قتل ونحن نصلي لسلامة أخيه الأكبر إلي الذي يبقى رهينة في غزة وأرى اللفتج من كبور بيرعوز كبوت سبوحية بالكامل على يد الإرهابيين وبفضل الله فقد أطلقنا صراحة أمه ولكن أبوه عديد يبقى يعاني في جحيم إرهابية في بطن الأرض تديرها حماس أعيدكم أننا سنعيد أحبتكم إلى ديارهم ولن نوفر جهدا حتى يتم هذا السعي المقدس سيداتي سيداتي وسادتي نقمة السابع من أكتوبر بدأت عندما اشتاحت حماس إسرائيل من غزة ولكنها لم تتوقف عند ذلك الحد اضطرت إسرائيل بعد ذلك لدفاع عن نفسها على جبهات ست أخرى بتنظيم إيران في الثامن من أكتوبر هجمت علينا حزب الله من لبنان ومد ذلك الحين وهي تطلق أكثر من ثمانية آلاف صاروخ على مدننا وعلى قراننا وعلى مدنينا وأطفالنا وبعدها بأشبوع قام الحوثيون بدعم إيران من اليمن بإطلاق المسيرات والصواريخ على إسرائيل وهي الأولى من 250 هجمة مماثلة منها هجمة استهدفت تل أبيب بالأمس وإن ميليشيات إيران الشعية في سوريا والعراق استهدفت إسرائيل العشرات من مرات في العام الماضي أيضا وبدعم إيران فإن الإرهاب الفلسطيني في جودا والسامرة اقترف العبنية الإرهابية فيها وفي كافة أرجاء إسرائيل وفي نيسان إبريل الماضي والمرة الأولى قامت إيران بشن هجمة مباشرة على إسرائيل من أراضيها أطلقت 300 مسيرة وصاروخ كروز وصاروخ باليستين ويسر علينا أنا عندي رسالة إلى طغاة طهران إذا ضربتونا سنضربكم ما من مكان ما من مكان في إيران لن تصله ذراع إسرائيل الطويلة هذا حق وينطبق على الشرق الأوسط برمته نحن لسنا خرافا تقاد إلى المذبح إسرائيل تكافح وتدافع بشجاعة وبتضحية وعندي رسالة أخرى أوجهها إليكم وإلى العالم خرج هذه القاعة نحن المنتصرون سيداتي وسادتي إسرائيل تدافع عن نفسها ضد إيران في حرب سبع جبهات والخط الذي يفصل بين النعمة والنقمة واضح كل الوضوح هذه خارطة عرضتها عليكم في الأسبوع في العام الماضي وهي النعمة تبين إسرائيل وشركاتها العربية تشكل جسرا بريا يربط ما بين أسيا وأوروبا جسرا يربط ما بين المحيط الهندي والبحر الأبوض المتوسط وعبر هذا الجسر سنمهد ونضع سيكا كان حديدية ونبيب للطاقة وكيبلات البصرية لتخدم مليارين سما فنظر لنا الخارطة الثانية هذه هذه الخارطة الثانية هذه هي النقمة خارطة فيها هنا قوس من الإرهاب أقبته إيران من البحيط الهندي إلى الأبوض المتوسط إن هذا القوس الفرطاني يقطع الأرزاق يقطع التجارة يدمر الملايين يدمر الأمم من داخلها ويفرض المعاناة والبأس على الملايين هذه خارطة النعمة نعمة مضيئة مستقبل مصعب بالأمل وفي اليد الثانية مستقبل مظلم مستقبل اليأس والبأس وإن رأيتم أن هذه الخارطة الصوداء هي نقمة على إسرائيل فقط نعتقدتم ذلك فلتشاوروا أنفسكم لأن العدوان الإيراني إن لم يتوقف سيهدد كل دولة في الشرق الأوسط على حداها ودول أكثر من ذلك بكثير في العالم الغربي لأن إيران تريد بث سمومها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط لهذا تمول الإرهابيين في خمس قرات لهذا تقوم بإنشاء وتجميع الصواريخ الباليستية المسلحة برؤوسة نبوية لسنوات طويلة تسامح العالم مع إيران وقد غضى النظر عن عدوانها الداخلي والخارجي هذا هي الترضي عليها أن تنتهي وعليها أن تنتهي الآن أيها العالم أممكم عليها أن تدعم شعب إيران الشجاع الذي يريد أن يتخلص من النظام الطاغي الدول عليها أن تدعم إسرائيل في دحر عدوان إيران عليها أن تنظم إلى إسرائيل لتوقف برنامج إيران للسلاح النووي في هذه المنظمة في مجلس الأمن سنجري اجتماعاً بعد عدة أشهر وأنا أدعو مجلس الأمن لأن يقوم بفرض الجزاءات الممية على إيران مرة أخرى إذ علينا أن نبدل قصارى جهدنا حتى نضمن عدم تملك إيران للأسلحة النووية لعقوداً مضت وأنا أحذر العالم من برنامج إيران نووي وأن أعمالنا قد أجلت بزوغ فجر هذا النظام بهذا البرنامج بعقداً تقريباً ولكننا لم نقفه عطلناه ولكننا لم نقفه إيران تسعى الآن إلى تسليح برنامجه النووي خدمة لأمني وسلام بلدانكم أنتم خدمة لأمني وسلام العالم بأسره علينا أن لا نسمح لذلك لأن يحدث وأكد لكم أن إسرائيل لن تتدخل جهداً لتضمن عدم حدوث ذلك أبداً سيداتي وسادتي السؤال المعرض علينا الآن بسيط أي من هاتين الخريطتين التي عرضتهم عليكم ستشاء كلان مفتقدنا أهي نعمة السلام والأزدهار لإسرائيل وشركاتنا من الدول العربية وباقي العالم أم أستكون نقمة إيران وأذرعها التي تبث الفوضى والدمار في كل مكان اختارت إسرائيل اختارت إسرائيل النعمة نعمل على بناء شراكات لأجل السلام مع جاراتنا العرب مع مكافحة قوى الإرهاب التي تهدد ذلك السلام ولعاماً تقريباً فإن رجال ونساء قوات الدفاع الإسرائيلية يكافحون ويهزمون قوات حماس الإرهابية في السابع من الأكتوبر يوم ذلك الهجوم أربعين ألف إرهابي جيش إرهابي مسلح بأكثر من خمسة عشر ألف صاروخ بحوزته ثلاثمائة وخمسين ألف من أنفاق الإرهاب شبكة تحت الأرض تفوق بحجمها نظام شبكات مترو الأنفاق في نيويورك شنت هجمة على بلادي بعد ذلك بعام قام جيش الإسرائيل بقتل أو اعتقال نصفها أكثر من نصفهم ودمر 90% من ترسناتهم أصاروخية وقد دمر أجزاء أساسية من شبكة الأنفاق الإرهابية وفي عمليات عسكرية كبرى دمرنا نصف بل كاد كل القوات وكتائب حماس 33 من أصل 34 كتيبة ونحن الآن نعمل على تدمير ما تبقى من قدرات حماس القتالية نغتال القادة الإرهابيين على أعدى المستويات وندمر البنية تحتية الإرهابية وفي كل ذلك وأنا أكررها وفي كل ذلك نركز على مهمتنا المقدسة إعادة الرهائد إلى ديارهم ولن نكف حتى يتحقق غرضنا السيدات والسادة حتى مع تقلص قوات حماس العسكرية بهذا الحزب الهائل يبقى الإرهابيون قادرون أعلى أسطرة على غزة إلى حد ما يسرقون الغذاء الذي نمكن الهيئات الإنسانية من إدخالها إلى غزة تسرقوا حماس هذا الغذاء ثم تبيعوها بأسعار هائلة يقومون أولا بإملاء ملء بطونهم بالأكل ثم يملؤون جيوبهم بالمال الذي يبين عده ويجون منه الربح من بيعهم بهذا الطعام المسروق وبهذا يتبسكون بالسلطة وهذا الإرهاب عليه أن ينتهي وسوف تعمل على إنهائه والسبب بسيط لأن حماس إذا ما بقيت على سدة الحكم فأنها سوف تلمش شملها وتجدد تسلحها وتكرر هاجباتها على إسرائيل مرة تلو الأخرى تلو الأخرى لهذا على حماس أن تباد فلنتخيل لما يقول أن حماس عليها أن تبقى عليها أن تكون جزءاً من غزة مع بعض الحرب فلنتخيل في ظروف ما بعد انتهاء الحرب في الحرب العالمية الثانية أن نسمح للنازيين في أفضل 45 أن يعيدوا بنها ألمانيا هذا أمر لا يمكن تخيله هذا مضحك لم يحدث في ذلك الحين ولكن نتكرر الآن لهذا سترفض إسرائيل تبتع حماس بأي دور في غزة بعد الحرب نحن لا نريد العودة للأسلطاني في غزة نريد غزة تكون منزوعة الطابع العسكري والبتطرف وبعدها سنضمن أن هذه الجولة من القتال ستكون آخر جولة نحن مستعدون للعمل مع شركاء الإقليميين والآخرين لدعم الإدارة مدنية محلية في غزة ملتزمة بالتعايش السلمي أما عن الرهائم لرسالة أوجهها لحماس أفرجوا عنهم أفرجوا عنهم جميعا الأحياء منهم يجب أن يعادوا أحياءا والأموات منهم تُعادوا رفاتهم إلى أسرهم أسرهم الجالسة هنا معنا وفي أسرائيل تستحق كرامة دفن أحبتها ليكونوا قدرين أعلى تذكرهم والحداد عليهم هذه الحرب سيدتي وسادتي هذه الحرب لها أن تنتهي الآن كل المطلوب هو أن تستسلم حماس وأن تتخلى عن أسلحتها وأن تفرج عن كل الرهائق وأن لم تفعل إن لم تفعل سنقاتل حتى نحقق النصر الشامل ما من بديل عن ذلك على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان حزب الله هو تصوير للمنظمة الإرهابية المثالية في عالمنا لها أزرع تنتشر في كل القرار قتلت أمريكيين وفرنسيين أكثر من أي مجوعة أخرى فيما عدم مجوعة من لادن قتلت مواطني الكثير من الدول الجالسة في هذه القاعة هنا وهاجمت إسرائيل بضراوة في السنوات الماضية وفي العام الماضي دون أي استفزاز بعد قيام حماس بيوم بذبحنا في السابع من أكتوبر بدأت حزب الله حاجماتها ضد إسرائيل اضطرت ستين ألف إسرائيلية في الحدود الشمالية لمغادرة ديارهم أصبحهم لاجئين في أرضهم حزب الله حولت مدن حية في شبالي إسرائيل إلى مدن تسكنها الأشباح فلتتدارسوا ذلك إذا ما قررنا ذلك بالوضع الأمريكي تخيلوا إن قاموا الارهابيون بتحويل الباسو وسان ديوغو إلى مدن فرغت من سكانها أسألوا أنفسكم ما هو مدى تحمل الحكومة الأمريكية لمثل هذا السلوك أل ستتحمل ذلك يوماً أسبوعاً شهراً أشك بأنها ستتحملها ليوم واحداً حتى ولكن إسرائيل تتحمل هذا الوضع لعام تقريباً وهو وضع غير محمول جئت هنا لأقول كفى ثم كفى لن نرتاح حتى يعود مواطنون إلى ديارهم وبأمان لن نرضى بتواجد جيش إرهابي على حدودنا الشمالية قادر على ارتكاب بذبحة من طراز السابع من أكتوبر لثمانية عشر عاماً وحزب الله يرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن سبعة عشر ثر واحد الذي اشترت عليها سحب قواتها من حدودنا بل قام حزب الله بالعكس فقد زحف إلى حدودنا وقد حفر الأنفاق للتغلغل في بجتمعاتنا وأطلق الألاف من الصواريخ على قرانا ومدننا هذه الصواريخ أطلقت لا من مواقع عسكرية هم يفعلون ذلك هم يفعلون ذلك نعم ولكنهم أطلقوا هذه الصواريخ والقذائف بعد زرعها في المدارس والمستشفيات والشقق السكنية وفي بيوت بواطني لبنان هم يعرضون شعبهم للخطر يزرعون قذيفة في كل مطبخ ويزرعون صاروخاً في كل بيت أقول لكم لشعب لبنان أخرجوا من قبضة حزب الله المميتة لا تتركوا لحزب الله بأن يجرى لبنان إلى الهوية نحن لا نحاربكم نحن نحارب حزب الله التي اختطفت بلداً بكملها وتهدد بتدمير بلادنا طالما اختار حزب الله ضرب الحرب فإن إسرائيل لا خيار لها ولها كل الحق بأن تزيل هذا الخطر ليعود المواطنون إلى ديارهم وهذا ما نقوم به بالضبط في هذا الأسبوع دمر جيش الدفاع الإسرائيلي مخزونات هائلة من صواريخ حزب الله التي بناها بتمويل إيران لأقود ثلاث وقد قمنا بتصفية قادة قد سفكوا دماء إسرائيليين وأمريكيين وفرنسيين ثم قمنا أيضاً بتصفية من حل محلهم ومن حل محل من حلهم محلهم ولهذا سنستمر بهذا الفعل حتى تتحقق كل أهدافنا سيدات ورسادة بلادي ملتزمة بالقضاء على نقبة الإرهاب التي تهدد كل المجتمعات المتحضرة وإذا أردنا فعلاً أن نعيش نعمة الشرق الأوسط فعلينا أن نستمر في الخطة التي بدأناها في اتفاقات إبراهام قبل أربع سنوات مما في ذلك تحقيق باتفاقية سلام تاريخية بين إسرائيل والسعودية العربية وبعد أن شهدنا النعم التي جاء بها اتفاق إبراهام الملايين من الإسرائيلي الذين سافروا عبر شبه الجزيرة العربية فوق أجواء المملكة العربية السعودية وتوجهوا إلى دول خليج التجارة والسياحة والمشاريع المشاركة السلام السلام أقولها لكم هذا السلام العالمية العربية السعودية سوف يأتي بالنعم على دولتين الاقتصاد التجارة السياحة سيحول الشرق الأوسط إلى قوة عالمية دولتين لها تتعاون في الطاقة والماء والزراعة والذكاء الاصطناعي والكثير من المجلات الأخرى مثل هذا السلام وأنا واثق سيكون مفصلاً تاريخياً مهماً وسوف يعلن مصالحة تاريخية بين العالم العربي وإسرائي بين الإسلام اليهودية بين مكة والقدس وإسرائيل ملتزمة بهذا السلام بينما إيران وحليفاتها الإرهابية ملتزمة بإغراق هذا السلام لهذا فان أفضل وسيلة لمكافحة أغراض إيران الخبيثة تأتي عبر إقامة السلام سلاماً يشكل قاعدة لتحالفات الإبراهيمية أوسع منها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركات إسرائيل في السلام حالياً وكل من يختار درب السلام سينهض بالسلام والإزدهار في كل الشرق الأوسط ويعود بالملفع الهائلة على العالم الغربي بدعم أمريكا وقيادتها فإن هذه الرؤية لها أن تتحقق وستتحقق عاجلاً وليس آجلاً وأنا بصفة رئيس وزراء إسرائيل سأبدو القصارة جهدي لأحقق هذه الرؤية هذه فرصة علينا نحن والعالم ألا نضيعها سيداتي وسادتي إسرائيل اختارت المضيئة إلى الأمام لمستقبل مزدهر ومسالم إيران وحلفاتها اختارت هي أيضاً هي اختارت الانتحار والعودة إلى عصور مظلمة يعمها الدمار والإرهاب وأوجه سؤالاً عليكم ما هو خياركم أنتم أختار أممكم الوقوف إلى صف إسرائيل إلى صف الديمقراطية والسلام أم أتقفون إلى صف إيران ديكتاتورية وحشية تقمع شعبها وتصدر الإرهاب عبر العالم وفي هذه الحرب ما بين الخير والشر علينا أن نقف ثابتين عندما تقفون إلى صف إسرائيل فأنتم تدافعون عن قيمكم ومصالحكم نعم نحن ندافع عن أنفسنا ولكننا ندافع عنكم ندافع عنكم ضد عدو مشترك الذي يسعى عبر العنف والإرهاب إلى تدمير حياتنا لهذا على الأمور الله تختلط علينا وللأسف الاختلاط قائم وقائم كثيراً في الكثير من الدول وفي هذه القاعة كما سمعت للتو الخير يصور كالشر والشر يصور كالخير شهدنا هذا الاختلاط عندما توجه التهم الكاذبة بحق إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية بلما نحن ندافع عن نفسنا من الإبادة الجماعية نشهد ذلك عندما توجه التهم مجنون ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية بأنها تجوع الفلسطينيين في غزة عن قصد هذا ضرب من الجنون نحن أدخلنا 700 ألف طن من الغداء إلى غزة هذا يعني أكثر ثلاثة ألف سعر حرارية يومياً لكل رجل ومرأة وطفل في غزة نشهد البزيدة من الخلط عندما توجه التهمات باطلة بحق إسرائيل بأنها تستاتف المدنيين عمداً نحن لا نريد شخصاً بريئاً واحداً يقتل هذه بأسات دائماً ولهذا نبدو القصارة جهدنا لتقليص الخسائر ما بين المدنيين حتى مع استخدام إعدائنا للمدنيين كدروع بشرية ولم يفعل جيش كما فعل جيش إسرائيل التقليص من الإصابة المدنية نحن نقوم بإرسال رسالات النصية ونقوم بإجراء الملايين من المكلمات الهتفية ونوزع أيضاً المنشورات لننذر ونحذر ونحن لا نوفر جهداً هنا كما نشهد أيضاً خلطاً أخلاقياً عميقاً عندما من يسمي أنفسهم بالمتقدمين ويقومون بالسير في بظاهرات ضد إسرائيل ألا يدركون أنهم بذلك يدعمون الإرهابيين بدعم الإيرانيين إيرانيون أفو بشنق المثليين وضرب النساء بسبب عدم اجدائهم للحجاب وضربهم للمتظاهرين إيران تمول وتؤجج الكثير من المظاهرات ضد إسرائيل وبعض المتظاهرين بل كثير من المتظاهرين في الخارج في خارج هذا المبنى قد يكونوا مدعومين منها السادة الحضور قال الملك سليمان الذي حكم في عاصمة الأبدية القدس قبل ثلاثة ألاف عاما وأعلن أمرا قد يكون مألوفا عليكم جميعا إذ قال ما من جديد تحت الشمس في عصر وصلنا فيه إلى الفضاء واخترعنا فيه الذكاء الاصطناعي والفيزيو الكونية قد يتسأل البعض عن هذا البيان ولكنني أقول أمرا لا شك فيه ما من شيء جديد أبدا في الأمم المتحدة بالتأكيد اسمعوها مني أنا ألقيت خطابة للبرة الأولى من هذه من هذه القاعة في 1994 كثفير لإسرائيل في الأمم المتحدة قبل أربعين عاما بالضبط واعتقد أن هذا نفس المنبر وفي أول بيان ألقيته هنا في ذلك الحين تحدثت ضد اقتراحي طرد إسرائيل من عضوية هذه المنظمة مرت أربع وقود وأجد نفسي أقف على نفس المنبر لأدافع عن إسرائيل ضد نفسي ذلك الاختراح الغريب ومن يقود ومن يقود هذه المساعي الآن ليست حماس بل عباس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا هو الرجل الذي يدعي أنه يريد سلام مع إسرائيل ولكنه يرفض التنديد بالمذبحة المخيفة في السبع من أكتوبر يدفع المئات من الملايين للإرهابيين الذين يدبحون الإسرائيليين والأمريكان وكلما تقتل كلما يزداد مرتبك ويقوم أيضا بشن حرب دبلوماسية دون هوادة ضد حق إسرائيل في البقاء ودفاعي عن نفس وهم عن نفس الشيء لأنك لم تكن قدرة عن دفاع نفسك لا تكون قدرة عن البقاء لا في حينا ولا في حيكم أنا أقف على هذا المنبر قبل أربعين عاما قلت بقدمي ذلك القرار الغريب قلت لهم أرجو منكم أن تتركوا تطرفكم عند الباب واليام أقول للرئيس عباس وأقول لكم جميعا من يدعم من ذلك القرار أنتوا اتركوا تطرفكم عند الباب إن هذه الأمم المتحدة قد جعلت من هذه المنظمة منظمة تندد بها أمم العالم ولكن بمثبت للمتطرفين فإن بيت الظلام هذا أصبح بيته يدرك بأنه في بحر من السموم المعادية للسامية لهم من يدعمهم وفي أي ويستطيعون أن يضمنوا بأن أي اتهمات مجنونة وأي محاولات مجنونة ضدنا سوف تحظى بالدعم في هذه القاعة أصدرت قرارات ضد بلادي في العام الماضي أكثر من أي قرار يصدر بأي دولة أخرى في العالم أكثر من ذلك بالضعفين منذ 2014 نددت هذه الهيئة إسرائيل بمئة وأربعة وسبعين مرة نددت باقي دول العالم بثلاثة وسبعين مرة هذا أكثر من مئة تنديد إضافي استهدف فقط الدولة اليهودية هذا نفاق هذه الزواجية من المعايير هذه مصخرة كل الخطبات التي سمعنوها اليوم وكل العدائية التي وجهت إلى إسرائيل اليوم لا تتعلق لغزا هي عن إسرائيل ولطالما كانت عن إسرائيل لطالما كانت عن بقاء إسرائيل وأقول لكم حتى تعامل إسرائيل الدولة اليهودية كحال دول أخرى وعندما نقوم بتشفيف هذا المستقع المعادل السامية فإن الأمم المتحدة سوف يعتبرها سكان العالم المصفين بأنها مهزلة لا أكثر ونظرا لإستشراء المعادل السامية في الأمم المتحدة فلا يتهجأ أحد أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إحدى حيات أمم المتحدة يتدارس إصدار أوامر اعتقال بحق ووزير الدفاع الإسرائيلي المنتخبين ديمقراطيا لقيادة دولة إسرائيل الديمقراطية وأن المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية قد تسرع ويرفض أن تقوم إسرائيل بمحاسبة موطنيها في محكمة الوطنية كحل الديمقراطية الأخرى في العالم وهذا ما هو إلا معادة للسامية بكل معنى الكلمة سيداتي وسادتي بجربة الحرب ليست في إسرائيل هم في إيران في غزة في سوريا في لبنان في اليمن من منكم يقف إلى جانب هؤلاء المجرمين مجرمين الحرب يقف إلى جانب الخير إلى جانب الشر ضد الخير إلى جانب نقمة ضد النعمة ومن يفعل ذلك عليه أن يخجل من نفسه ولكنني أبلغكم برسالة ستنتصر إسرائيل ستنتصر إسرائيل في هذه المعركة لأننا لا نواجه خيارا آخر بعد أجيال بعد أجيال دبح فيها شعبنا ولم يدافع عنا أحد بقت لنا الآن باتت لنا الآن دولة وجيش شجاع وعطيد ونحن ندافع عن أنفسنا وكما قال ساموئي إن أبدية إسرائيل لن تهتز وفي رحلة شعب إسرائيل التاريخية في العصور القديمة والمعاصرة هذا الوعد بقي قائما وسيبقى قائما إلى الأبد وكما قال شاعر مشهور فإن إسرائيل لن تنهزم بيسوهولا بيسوهولا